بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة وأخيرا تمكن العلماء من الولايات المتحدة الأمريكية من حل لغز مثلث برمودة هذا المثلث الموجود في البحر يمتط طبعا لألاف الكيلومترات أو لمئات الكيلومترات عفوا هذه المنطقة كانت مثار جدل طيلة سنوات طويلة واعتقد بعض الناس أن هناك كائنات من الفضاء الخارج تسكن فيها هناك من يعتقد أن عرش إبليس هناك هناك من يعتقد أن في هذه المنطقة هناك ممالك لمخلوقات مثل الشياطين مثل كذا يسحبون للناس يغرقون إلى آخره ولكن أنا أود أن أحدثكم عن دراسة طبعا علماء في جامعة ساوث هامتون الشهيرة قالوا هناك أمواج عميقة عاتية غالبا هي المسؤولة عن هذه العمليات أن هذه المنطقة بالذات بسبب طبيعة المياه هناك وبسبب تضاريس القاع المحيط تتشكل أمواج عميقة بارتفاع مئات الأمتار وأقوى من الأمواج السطحية بعشرة آلاف ضعف دقيقوا أيها الأحبة أمواج تحت البحر وهذه موجودة في كل محيطات العالم ولكن في هذه المنطقة بسبب بعض النتوءات وبعض الجبال الموجودة في فقاع المحيط تتضخم هذه الأمواج أثناء مرورها من هذه التضاريس وتضرب أحيانا بعض السفن وتغرق بعض السفن كما حدث يعني أنا لدي هنا في عام 1918 كان هناك سفينة ضخمة مرت من تلك المنطقة وغرقت وأودت بحياة ثلاثمائة شخص أو أكثر مع العالم أنها سفينة ضخمة جداً على الرغم من ذلك غرقت هذه السفينة بسهولة وابتلعتها الأمواج العميقة طبعاً أيها الأحبة أنا قبل أن أكمل أود أن أحدثكم عن الأمواج العميقة في القرآن القرآن أشار إلى ذلك أيها الأحبة هذا المثلث مثلث الرعب الذي أرعب العالم السر يكمن في الأمواج العميقة التي فيه والتضاريس الخاصة في قاع المحيط والتيارات المياه العنيفة في تلك المنطقة الله تبارك وتعالى شبه لنا أعمال الملحد أو المنافق بمن يغوص في تلك المنطقة تجرفه هذه التيارات فلا يبقى منه شيء أو كظلمات في بحر لجي بحر لجي عميق وبالفعل هذه الأمواج تأتي من عمق أكثر من ألف متر أيها الأحبة تتوضى على عمق أكثر من ألف متر تحت سطح الماء وهذه الأمواج أقوى بعشرة آلاف مرة من الأمواج السطحية انتبهوا أحياناً السفن قد تنقلب بسبب موجة سطحية موجة سطحية قوية قد تقلب السفينة فما بالكم إذا كان لدينا موجة على عمق أكثر من ألف متر أقوى بعشرة آلاف مرة من الموجة السطحية كم هذه الأمواج عني فانظروا كيف أنبأنا القرآن عنها أو كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج هذا البحر العميق يغشاه موج من فوقه موج إذا موج تحت عميق وموج سطحي والموج العميق أقوى بكثير من الموج السطحي أيها الأحبة يغشاه موج من فوقه سحاب بالفعل معظم حالات الغرق تكون أحيانا في حالة بعض الأعاصير تكون السماء ملبدة بالغيوم تكون هناك أمطار تكون هناك عواصف في الأعلى دائما الغيوم تكاثف الغيوم يدل على البرق يدل على العواصف الرعدية يدل على حالة طقس سيئة فمعظم حالات الغرق هنا في هذا المثلث كانت أثناء تواجد هذه الغيوم أيها الأحبة أو كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج في الأسفل على عمق آلاف الأمتار من فوقه موج في السطح من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدرها انظروا هذا التشبيه الدقيق أيها الأحبة تصور أيها الملحد أنك تعيش في أعماق هذا المحيط في مثلث برمودة تحديدا الغيوم في الأعلى والأعاصير والعواصف ثم أمواج سطحية ثم أمواج عميقة أكثر أو أكبر بعشرة آلاف مرة من الأمواج السطحية ثم أنت تعيش تحت بين هذه الأمواج ما هو حالك إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور لذلك أيها الأحبة الدكتور سيمون بوكسل يقول وهو عالم في مجال محيطات وعلوم الأرض يقول هذه المنطقة في المحيط الأطلسي يمكن أن يحدث فيها ثلاث أو ثلاثة أو ثلاث عواصف ضخمة تتجمع من اتجاهات مختلفة وهي الظروف المثالية لموجة مارقة أو موجة عنيفة تأتي على السطح ولكن هناك أمواج أيضا تبتلع في الأسفل إذن عندما يكون لدينا غيوم أعيد أيها الأحبة غيوم كثيرة في الأعلى ثم هذه الغيوم دليل على حدوث دائما تجمع الغيوم يقول تعالى من فوقه سحاب ثم قال ظلمات يعني سحاب كثيف يحجب ضوء الشمس السحاب الكثيف جدا هو دليل على حدوث المطر والبرق والرعد والعواصف الرعدية والأعاصير إذن هناك أعاصير كما يقول هذا الدكتور هناك أعاصير في الأعلى يمكن أن تحدث يعني عدة أعاصير في نفس الوقت أو عواصف وتشكل موجات سطحية عنيفة جدا تؤدي إلى انقلاب هذه السفينة فعندما تهبط تبتلعها الأمواج العميقة وتقذف بها ربما على بعد ألاف الأمتار ليس بالضروري أن تبقى في القاع تقذف بها بعيدا إذن أحبتي في الله هذه الظروف كانت تحدث في هذه المنطقة فبدأ الناس يخترعوا حول هذه المنطقة الأساطير والخرافات وكائنات من الجن وكائنات من الفضاء الخارجي ومثلا عرش إبليس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا أن عرش إبليس على الماء أو على البحر موجود يعني ولكن نحن لا نراه لأن الله تعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ثم إبليس ليس لديه سيطرة على أن يغرق سفينة أو يتحكم بعوامل الطقس إبليس والشياطين والجن الكافر لديه فقط قدرة على أن يوسوس لك فقط يوسوس لك أما أن يتحكم بمصير الناس هذا غير موجود أيها الأحب لذلك نلخص هذه الحلقة بأن العلماء وجدوا أن القضية كلها حول مثلث برمودة هي مجموعة من الأعاصير والسحب في الأعلى وأمواج على السطح وأمواج عميقة والإشارة القرآنية أنا أراها مناسبة لوصف مثل هذه الحالة العنيفة أو المتطرفة في المحيط الأطلسي مع العلم أن الأمواج العميقة موجودة طبعا في معظم محيطات العالم أحيانا على عمق خمسة آلاف متر وأحيانا على أعماق أكبر ونختم بأن نتذكر هذه الآية الكريمة أيها الأحبة التي فيها إعجاز إعجاز مذهل لأن هذه الأمواج العميقة لم تكتشف إلا في القرن الحادي والعشرين كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمواج العميقة موجودة وكيف استطاع أن يصف لنا أسوأ ظروف ممكن الآن يكتشفها العلماء هذه الدراسة منشورة في عام 2018 منشور عام 2018 منذ سنتين أو ثلاثة على الأكثر كيف وصف لنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هذا الوضع المرعب غيوم وعواصف في الأعلى ثم أمواج سطحية ثم أمواج عميقة والتشبيه هنا لذلك الملحد لذلك الملحد الذي كفر بالله استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام وصف الله لنا أعمال هذا الملحد مثل هذا المشهد حيث تغرق السفن يغرق الناس لا يرجع منهم أحدا ممكن طائرات تغرق بسبب هذه العواصف والدوامات وبالتالي كأن هذه الآية إنذار فيها إعجاز علمي فيها دلالة على أن هذا القرآن كلام الله وتحذير احذر أيها الملحد أن يكون عملك فاشلا مثل حال من يدخل في هذا المثلث في هذه الظروف الصعبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته